خلف الضجيج المنبعث من هنا أمل واحد الحصول على تذكيرة وموعد قريب يذلل البعد ويجمع العائلات 30 ألف مسافر سجلوا تواجدهم بمحطة خروبة بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول ولكل منهم قصة على غرار الطالب راشيد الذي تنقل من ولاية تيزي وزو إلى العاصمة لحجز مقعد في الحافلة المتجهة إلى ولايته الأم اليوم كمنا القراية اليوم أنا رايح للدار إن شاء الله مساهلين قرأنا نشوف الغاشية توجور بالخمسة هكذا يمي بسح اليوم رايح سيادة بسكوة تقريبا قال لي يكونوا خدامين واللي يستيديو لي قرأوا قال تقريبا قال اليوم رايح للدار بعد وداء الشاب راشيد رصدنا صور الانتظار بالمحطة الذي طال بالكثيرين وأخر مواعيد البعض منهم وأغلب الوجوه متجهمة ترصد شاشات الانطلاق بين الفينة والأخرى على الوقت يمر رفع عدد الشبابيك وتوفير الخدمة اللازمة إجراء انطلق عمال المحطة في تطبيقه لتفادي الإزدحام والضغط اللامحدود ليجند الجميع لخدمة المسافرين رغم صعوبة المهمة في ظل التوافد الكبير ما يخفى لكش بالله نستقبله حتى 30 ألف مسافر في اليوم يكون شوية ضغط وسيلي يجي تيم المواطنين يتقلقوا شوية ونحاول إن شاء الله نوفر لهم ما أمكن من إمكانية صور اعتيادية طالما عاشتها محطة نقل المسافرين غدا تكل عطلة ومناسبة دينية فنهاية المسافة التي ستقطعها الحافلات وصولا إلى المقصد كفيلة بأن تنسي المشتاقين معاناة تنقل اشتركوا في القناة